اقترن الخير لدى العراقيين والعرب بهطول المطر فمنذ أن كنا أطفالاً تعلمنا إن الماء أسر حياة وسعادة الشعوب إلا إن ذلك عند العراقيين أصبح سبباً لمآسيهم وغرق منازلهم وشوارعهم وتعطيل مصالحهم هذه منطقة نتشوفها وراي من تنطل الدنيا لا أكو مجاري لا أكو كهرباء الكهرباء صار لها من البار حول يوم بسنا قطعة الدنيا قطعوا الكهرباء ما ندري خلل ما ندري عقوبة للناس ما أدري هذه الفيضانات التي نشاهدها تجمعت بعد دقائق فقط من المطر الخفيف يزداد حجم الكارثة لو استمره طول المطر لساعتين أو ثلاث مدينة لم تخدم أغلب مناطقها بخدمة المجاري أو الخدمات الأخرى هذه المنطقة حتى طلاب بالشيطة لقد نروح المدرسة لطب لها سيارة لا يعني أي شيء بالمنطقة من ناحية الكارباء من ناحية المولدة من ناحية الخدمات هي أساساً يريدها الإنسان هي ما موجودة كليتها قطرات من المطر كانت كفيلة بكشف حجم الفساد الإداري والمالي في محافظة كانت مخدومة بالمجاري العملاقة قبل أكثر من خمسة آلاف سنة من محافظة باب العيسى العطواني قناة الفلوج